كده فهمنا وجهة نظر الأمر الآخر رأيك في تصريحات الكابتن عصام عفتاح لما سؤل في أحد القنوات أنه هو بيقول للحكم اللي بيحكم للأهلي لو اتحرك الكابتن سيد عبد الحفيز من مكانه اتردوه على طول فطيله وقال علي الطلاق أنا ما قلت الكلام دي كله رأيك كرئيس لجنة حكام رئيس لجنة حكام يتحدث أولا كابتن عصام يستحيل يقول لحكم من الحكام شوف المدرب ده أو المدير الكرة ده أمن عدك يستحيل يقول له كذا اترد فلان أو ما تتردش فلان لأن كده الحكم عمر الرئيس لجنة حكامة بيتدخل في كرات الحكام دي حك ممكن تكون كابتن عصام انفعل نتيجة الصديقانة مدخلة فالمدخلة بتبقى ممكن بتوجهه بسؤال وهو مش متوقعه فبيروح قايل اللفظ ده على الطلاق ان انا انما قلت له يعني ممكن من الضغط اللي عليه هل ده مطلوب من رئيس لجنة الحكام ان هو يطلع يبرر ولا انت شايف ان هذا امر طبيعي كابتن متحة الموضوع صعب جدا والمقصود التحكيم مش كابتن عصام بس خلي بالك التحكيم كده المسابقة انا اسف مش هتكمل لو الاندية في كل قرار تلعب تهاجم التحكيم وكل شوية الحكام وكل شوية المسؤول الاندية تطلع تتكلم لا مش هينفع لازم سيبوا الحكام تشتغل سيبوا اللجنة تشتغل وعلى كابتن عصام ان يعمل برنامج في من ضمن الاتحاد الكورة وبعدين ينزل على الموقع الاخطاء اللي احنا عملناها جماعة عندنا 28 حالة تحكيمية في الاسبوع ده في عندنا مثلا 21 حالة ايجابية فيه 7 حالة سلبية فيهم اتنين اثروا على نتائج المباراة ويطلع يقول للناس كده من خلال اتحاد الكورة من خلال موقع اتحاد الكورة اعمل برنامج عايز بقى يجيب برنامج مرئي فيديو يعني اه عايز وبعدين يجيبوا ويعلنوا ومع الحكام وينقول الحكام الحكام فلاني فلاني يا جماعة انتم ما تشوفوا حكم اللي عنده بعض الاخطاء هتلاقوه اصلا اردي مش موجود في حسابات اللجنة في الشهر الموجود ليه لان عنده خطأ تحكيمي اصلا هتكتبوا وراء دي موجودة لكن انا مش عايز كابتان عصام يطلع في كل شوية لان ضغط عصبي عليه وانفعال عليه ومش هيرضي كل الناس